عمومية لمجموعة جي أف أتش وتوجه لإدراج متعدد في أسواق مختلفة وتوزيعات نقدية صخية ماذا أصفرت عنه جمعية عمومية جي أف أتش التي نشاهدها ونشاهد نتائجها التوزيعات الصخية عن عام 2021 كانت عبارة عن توزيعات نقدية بأكثر من 4.5% من رأس المال بإجمالي 45 مليون دولار وكذلك أيضا أسهم منحة بـ 1.5% بإجمالي 56 مليون سهم بقيمة 15 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى نحو 60 مليون دولار على مستوى التوزيعات سواء أسهم منحة أو التوزيعات النقدية تاريخ الأحقية في هذه التوزيعات يكون بنهاية جلسة الثانية عشر من أبريل الجاري وطاريخ الدفع سوف يكون في السابع والعشرين من أبريل هذا فيما يتعلق بقرارات العمومية في توزيعات الأرباح أما فيما يتعلق بالإدراجات المرتقبة في الأسواق الجديدة حديث طويل على مدار فترة طويلة كانت تتحدث عنه جي أف أتش عن إدراج مرتقب ومحتمل في السوق السعودي وهذه الجمعية العمومية توافق على الإدراج المتعدد سواء في السوق السعودي أو كذلك في سوق أبوظبي للأوراق المالية جي أف أتش بطبيعة الحال مدرجة في ثلاثة أسواق برصة البحرين برصة دبي وكذلك أيضا برصة الكويت أو سوق دبي المالي وبرصة الكويت وفي مارس من عام 2022 مارس الماضي أعلنت الشركة أنها أدرجت سقوكها المقدرة بـ 900 مليون دولار في لندن وهي أول سقوك خضراء تصدرها شركة في البحرين وهي شركة أمفراكورب التابعة لجي أف أتش وشركة أمفراكورب من الشركات حديثة العهد التي أنشأتها جي أف أتش بغرض الاستثمار في البناء التحتية مجموعة جي أف أتش وأرقامها رأس المال مليار دولار بعد الزيادة تزيد عليه الخمسة عشر مليون دولار المقدرة في أسهم المنحة أرباح 2021 شاهدنا فيها ارتفاعا بـ 87% وصولا إلى 84 مليون دولار وكذلك أيضا الموجودات والمطلوبات بنهاية العام الماضي ارتفاع الموجودات إلى 8.1 مليار دولار والمطلوبات إلى 5.6 مليار دولار وإذا تحدثنا عن جي أف أتش أخيرا فيما تعلق بين مستجداتها إطلاق شركة أمفراكورب وهذه الشركة تعمل في إدارة الاستثمارات في البناء التحتية بمحفظة تقدر بـ 3 مليارات دولار كما أعلنت جي أف أتش مؤخرا عن زيادة ملكيتها في مصرف الخليج التجاري من 69% إلى 81.2 في المئة وأخيرا استحوذت على محفظة للمكاتب الطبية بـ 200 مليون دولار ليكون الإجمالي فيما تعلق بالاستثمارات في المكاتب الطبية بـ 400 مليون دولار إذا جي أف أتش تسعى للتوسع في أسواق جديدة والإدراج في السعودية وفي أبوظبي